الهيئات الاقتصادية التي جمعية الصناعيين أيضا ضمن هذه الهيئات تطالب بدولار جمرك يتراوح بين الثمانية والعشر تلاف بينما هناك أراء كثيرة وتحديدا قبل وزير المالي وأيضا نائب رئيس الحكومة أنه هذا التسعير هذا الدولار يجب أن يكون محاسباتيا منطقيا بتسعير بيشبه السعر صيرفة أو على الأليلة بالسوء الموازي كوزير صناعة وأيضا كمتابع لما يحاول قيام به الصناعيون أنت مع أي دولار جمركي؟ أنا أول شيء مع توحيد السعر الصر هذا واحد هذه من الخطاط الإصلاحية وهذه أشياء مطلوبة للمرحل الجيد كدولار جمركي أنا مع موضوع أنه قصت نصيرفة ونعطي عليها خصم خمسين بالمئة حتى نطلع فيها مراحل لأنه هذه متحركة حتى مشكلة فترة وفترة كيف خصم خمسين بالمئة؟ أنه تحسبها خمسين بالمئة أدي صيرفة اليوم؟ 28 ألف ومئة بتحط الدولار جمركي على 14 ألف ومئة تأخذ منها كمعدل فمتلاقي كيف؟ أنه تتبع صيرفة هيك بتكون بالنسبة للدولار جمركي في نقطة كتير أساسية الدولار جمركي هو لإرادات للقطاع العام اليوم على 8 ألف ومع 10 ألف حسب الحسابات تفعناهم للموظفين ما في قيمة تشغيلية لهالإدارات يعني حضرتك بتعرف كل مواطن بيعرف ما في حبر ما في ورق ما في إير كونديشن ما في لمبة ما في مكانية منزوعة وهو دي مقل مصاري لنقدر نشغلهم لنرجع نطلع بالقطاع العام يعني دايما ما ننشوف الأمور بالطريقة كاملة متكاملة ما فينا نشوفها مجزقة اليوم نحن عطينانا الموظف هالثلاث مرات مع عاشوا مزبوطة منها طيب إذا ما عنده القدرة التشغيلية أما ما عنده هالمواد ليشغل فيها وخاصة نجوزة كتير كبيرة من السلع اللي عم نحكي عنا يعني عم بتم تسعيرها على السوق السوداء بالوقت اللي في دولار جمركي فهيدي الموازنة هي جسر عبور للموازنة كيف ما نروح ما فينا اليوم أنا ما فيه اطلع بناحيتي أما مصلحة الشخصية ننطلع فيها أنا من الأشخاص عندي مصلحة إذا كتتحكيني شخصيا أدبى فيه يخفي في هذا الموضوع أنا بستفيد بكتير عوامل واحدة منهم مثل التابعاء نقبض الدولار الفراش مدفع الدولار التابعاء على 1500 أدي فيه مصاري عم تقسارهم أنا قابض على الفراش وبأبضهم التابعاء على العالي مثلا مش كلهم أكيد بس إنه فيها من الحالات إنه هالفطورة بس هي بعد على 1500 وا 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 هاي دي بدأت تصبح لأن القطاع الخاص القصم الأكبر من القطاع الخاص حتى فيه أغلبية ورقلج اليوم مزبط قصة معاشية الموظفين وزبط الأمور ورقلج هيدا بس القطاع العام هل يجوز هيدا القطاع ما بيصير مش مقبول يعني صارت لما رحل منه مقبولي اليوم فيه قرارات جريئة فيه خطط جريئة لازم نبلش فيها لنقدر نغير كل ما منطول كل ما بتتقل أكتر يعني عامل الوقت هيدا كبير مرجع بالليكي مو كليف مو كليف كل ما بتطويل كل ما عم تنهار هالمكنة أما هاي فمتكي بدي أعطول صياني كل شي بده نرجع نحارك ترجمة نانسي قنقر